أمس على أبو سلمان بالخير ومن الناس الجميلين صراحة يتبتع بخلق عالي جدا ورجل مهذب في تعاملة صراحة شاهدتي في مجروحة من الناس اللي أنا أقدر كثير أبو سلمان أنا بالنسبة لي ظهوره أمس كان ظهور مختلف عن أي ظهور أو حديث شفته له لأنه كان طرحه مختلف أنا بالنسبة لي تلقيته يتحملني شوية أبو سلمان بأخذ كم نقطة بشكل سريع مثلا لما طرحت لموضوع ما يكن بعيد عن النصر عن الهلال عن مين أنا اليوم كاتحاد عندي حمل كبير شالت الدولة عني الكفير في مسألة الأمور المالية بالتالي أنا كمتلقي أو متابع رياضي أطلب منك أن يشوف جودة عمل أكبر بمعنى أنت اليوم داخل على بعد كورونا ليش ما كان عندكم حس عالي في أن تصدر لوائح خاصة لكورونا ليش ما صار عندك بعض الأمور اللي أنت قلت الدولة الدولة التعليمات وزارة الصحة طب أنا تعليماتي وين أنا اليوم تعاملي مع الرياضيين وين أنا اليوم قاعد أشوف مدرب يدخل تمرين خلي المباراة أنت طرحت نقطة جدا مهمة بوجود سلامة اللاعبة اللي موجودين اللي صار في هلال في الأسيوية كان ممكن يصير في أحد من الأندية شفنا في معسكر الاتحاد تسعة راعبين وهلما جر كيف يجي وينزل هذه كانت تطلب عمل أقوى من بطل أو من داخل الاتحاد يوريني لوائح يوريني أمور على أساس أنا لما أدخل في هذا التساؤل ألقى أجوبة أنا بالنسبة لي لا يرضيني أن الرئيس الاتحاد يطلع يقول ما ندري مين لا لازم أعرف إيه أو لا تدخل أو ما تدخل من عندي أنا كاتحاد هذه نقطة بس في نقطة يعني عشان ما نحمل الأمور أكثر مما تحتمل أنت تتكلم عن الآن مثلا هذا إجراء دولة صح الله حجر سبع أيام إجراء على الجميع رياضيين غير رياضيين الكل ممتاز تمام لحظة أنا إذا لعبت كنادي في التمرين هذه مخالفة للاعب من نادي صح الله أبو فاسل غير كذا النصر هل خرج أحد منهم قال لأنه ما يكون ملع أنا ما تكلم عن نصر وهل خرج أحد أبو فاسل وقال منعنا اتحاد القدم صح الله أو تلقى الاتصال لأتحاد القدم برضو نحن نروح الجانب الآخر خليك أنتك أنا ما أتكلم عن نصر لا لا أنا ما أتكلم تكلم عن مدرب نزل لاعب محترف جاء اللاعبين عادوا بشكل عام مش عن مايكل أنا بالنسبة لي أنت كاتحاد حتى لو كانت الجهات المعنية تقول لك لا قل لي أنا خاطبت الجهات المعنية نعم وقالت لا وأنا أمنع خليك في مصدر قوة أنت الاتحاد أنت صاحب القرار اللاعب مرجعك وانت مرجع الوزارة وهل مجر هذا في الجانب هذا أبو سلمان تكلم عن نقطة جدا مهمة مسألة التواجد واستمرار السيد عبدالله الدبل والناس اللي كانوا موجودين في الاتحاد الآسوية معنات أنت كقائد للاتحاد تؤمن بمقاء الكفاءات أنت ليش ما استمر أحمد الخميس ليش ما أنت حاولت خلينا أقول لك تسق المهارة أو خبرة إبراهيم القاسم هنا وعندك واحد آخر هناك قوي إذا كنت تؤمن بهذا المبدأ صار في عملية تغيير الأمر الآخر إحنا عشرين ثلاثين اللي قاعد يسير في البلد دعم الكفاءات السعودية أنت اليوم كاتحاد ما تدعم كفاءاتك رئيس لجلد حكام أجنبي أعتقد كان الانضباط أجنبي لا في كفاءات سعودية لازم أنت تكون قوي عشان تدعمها إذا كان لأنه أنت جيبك لهال الشخصيات أو جلبك لهم هذا يبين لي أن أنت خايف من الاستدام وأنه هلالي نصراوي لا أؤمن بالكفاءة اللي تجيبها ادعمها أنت وخلها تصير موجودة عشان حتى الاتحاد الآسيوي يا أخي بكرة يدعم كفاءاتك لكن إذا أنت داخليا ما دعمت ثلاث اللجان أو لجلتين غير سعوديين وهذه نقطة جدا جوهرية ادعم أنت اطبق على نفسك بعدين خلينا نروح على الاتحاد الآسيوي السؤال اللي أنت طرحته موجود عن مسألة الأمين العام واختلاف بعض الأعضاء اللي موجودين أنا منطلق إداري أقول قال أبو سلمان يعني أنا شفته في شهرين كالأخ إبراهيم ممسي عليه شهرين لا هي كافية لا بالسلب ولا في الإيجاب يا جماعة الخير الأمين العام ما هي مسألة واحد يجيد مهارة أو مهارتين يحتاج تمرس نرجع بالذاكرة للأمنا اللي كانوا موجودين في الاتحاد السعودي نحكوا في أنديتهم في الاتحاد أمور كثيرة لنطلع أخيرا شكل سريع أخيرا صراحة جاوبني وأرضاني على بعض الأمور اللي تخص مشاركة الهلال ودعم الاتحاد السعودي فيها وما دعمه أو ما قدمه الاتحاد السعودي رغم أنا شخصيا انتقت الاتحاد كثير لكن في بعض الجوانب أنا صراحة جاوبني وكان شفاف في بعض الجزئيات أمسي عليه نتمنى نشوف منهم عمل أكبر بما أن الحمل الأكبر يعني ألقي من عاتقهم